لم تجف دموع أم محمد حسرة وحزنا على مقتل ولدها محمد الدهيبي العائلة لا تزال تستقبل المعزين ووسط كل هذا الحزن وجه طفل يعتصره الغضب هو عادل ابن الضحية تطالب عائلة محمد بإنزال أشد العقاب بمن ارتكب جريمة قتل ابنهم محذرين من أي محاولة لتمييع التحقيق من النورين بالكرآن أنه لا يجوز قتل النفس طيب منان جيبوا هالدين تابعون منان جيبوا هالإسلام تابعتون هذه العملية عملية دعيشية بامتياز فيجب على الدولة اللبنانية التحرك سريعا وأخذ الحق بمعنة كاملة وإذا لم تقوم الدولة بأخذ الحق سنقوم بأنفسنا بأخذ هذا الحق هنا داخل هذا المحل التجاري وقع الخلاف بين محمد وصاحب المتجر ليتوجه محمد للرجل بعبارة كانت كافية ليصب الشيخ خالد المتواجد صدفة في المكان جام غضبه على محمد بحجة شتم الذات الإلهية وانضم أشقاء الشيخ بعد طلب منه لتكتمل فصول الجريمة طعنا وتنكيلا بجثة محمد في هذه النقطة هنا بالتحديد قتل محمد دهيبي على يد رجل دين هو في الوقت نفسه إمام أحد مساجد بلدة ديرعمار شهود عيان يقولون إن أكثر من 12 تعنط بسكين وسلاح أبيض أدت إلى وفاة الرجل هذه الجريمة تحولت إلى قضية رأي عام أبرز ردود الفعل كانت من مفتي طرابلس الذي حذر من مثل هذه الممارسات إذ لا يحق لأحد معاقبة أي شخص آخر حسب قوله عن قصة قابيل وهبيل قال له لا انبسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباثة يدي إليك لأقتل لماذا؟ قال له إني أخاف الله رب العالم الأمر الثاني بدي أقول بأن جميع الأحكام الشرعية بالإسلام لا يحق لأحد أن يقيمها أو أن ينفذها إلا ولي الأمر ولي الأمر لا يستطيع أن ينفذ إلا إذا قال القضاء كلمته هذا أحكام دينية عمالك أثارت الجريمة ردود فعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وزير الخارجية اللبنانية اعتبر أن الجريمة هي نتيجة التطرف والتكفير هناك لغة مفقودة في هذا المكان من المفترض أن يكون مفهوم حرية التعبير وتقبل الآخر نهج معيشي قبل أن يكون مطلب سياسي جريمة قتل محمد بهذا الأسلوب الوحشي والخطير تضع المؤسسات الأمنية والقضائية والدينية أمام مسؤولياتها في حماية المجتمع من خطر التطرف وحماية الحريات الفردية التي تبدأ بحرية الرأي ولا تنتهي عند حرية المعتقد سحر أرنؤوت الحرة ترابلوس شمال لبنان ترجمة نانسي قنقر